براذبان أسعد الله صباحكم وسألكم عن اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أنا ما كنتم بالعالم نحييكم باتحاة الإسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمن حلقات برنامج القضية أيها السادة نرحب ونرحب بحضراتكم في حلقة مهمة من حلقات هذا البرنامج ونشرف من خلالها بضيفنا الفاضل العلم العالم والبحر الخضم وأحد السادة الأزهار الكبار الأكابر الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم رحبوا معي بسيدنا الشيخ عبد السميع أمين من السادة الأزهار الكبار زيكا سيدنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم سلامكم الله نوركم يا سيد وبرك الله سيدنا كرامكم الله على طولة القضية في هذه الليلة تساؤلات كثيرة ومهمة لسادة المشاهدين في حلقة نفتحها لاستفسارات السادة المشاهدين فيما يتعلق بالتساؤلات الواردة إلينا من خلال صفحتنا الوحيدة ورسمية على فيسبوك الرحمة تي في وكذلك أيضا فيما يتعلق ببرنامج القضية سيدنا الشيخ في صدر هذه الحلقة سائل يسأل عن حكم العلاقة أو الصداقة حتى أكون دقيقة كما وردت إلي رسالة حكم الصداقة بين البنات والولاد في المراحل الجامعية خاصة وعموما يعني أنه يسأل حكم الصداقة بين الولد والبنت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ونولاه مرحبا بكم بكتورنا شاعر الحبيب إلى القلب وبساذ المشاهدين أسرة البرنامج راجيا لله تبارك وتعالى أن يكرمنا ويوفقنا ويفتح علينا بفضله وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول متضرعا إلى الله تبارك وتعالى يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع سؤال الذي تفضلتم به ما بين متساهل أو متشدد فيه أحسب أن الأمور إن وضعت في نصابها سيكون لها حتى على أرض الواقع نطاقا جميلا أو جيدا ينعم فيه الناس ما بين حفاظهم على أنفسهم أو على أعراضهم وفي الوقت ذاته إن دعت هناك ضرورة لأن تكون العلاقة وهكذا فأهلا وسهلا فيما لا يخالف الشرع الشريف ما هو النصاب المرأة إما أن تكون زوجة وهذه معروف التعامل معها وإما أن تكون محرما وهذه أيضا معروف التعامل معها وإما أن تكون أجنبية فلا شك أن الذين تحدثوا فيه الآن المرأة الأجنبية هي بالنسبة لي هل كونها صديقتي في الجامعة أو الزميل الدراسة أو زميلة عمل أو يخرجها عن طور إنها أجنبية بالنسبة لي ولا لا قطعا لا فلا زالت بالنسبة لي امرأة أجنبية طيب إيه تعامل معها في حدود ضرورة العمل أو ضرورة الوقت أنا مزنوء ما فيش غيرها لها تدين الملزمة السلام عليكم بعد إذنك الملزمة الموضوع خلص شكرا يعني مش شكرا وبرك الله فيك وإزايك طب الواتس عشان خاطر نبعث لبعض المحاضرات يعني بعد ذلك وما فيش غيرها يعني خلاص شكرا يعني مثلا لو ليها زميل يبقى زميل ده أولى نعم طبعا لا شك لا شك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مجتمع رجل ومرأة في أي مكان الشيطان ثالث هذا الرجل وهذه المرأة يعني يزين يغوي وسمعت تعبير من بعضهم يعني ما لكش دعوة بقارير الناس خليك في قرورتك مش قرورتك في البيت مطلع روحة أو التانية دي لما أنت مالك وزعلانة وحزنانة لا يا سيدي مالها عند جزء عند ولدها عند أخوها عند من هو مسؤول عنها لكن الإنسان يعني يحافظ على نفسي لا سيما والله تبارك وتعالى فطر الرجل على الشهوة بالنسبة للنساء والمرأة أيضا كذلك فلا نريد أن نفتح أبوابا للشيطان لا يعلم منتهاها إلا الله تبارك وتعالى هل الواتساب وكل التطبيقات الحريصة دي أعتبر خلوة؟ مثله مثله مثل الخلوة وإن كان لن يوصل يعني في واقعه إلى هذا لكن مع الوقت كلمة فموقف يعني الأمور تتدرج إلى ما لا يحمد عقباه لا سيما ونحن نصلى الله العافية نشاهد هذا تقريبا كل يوم كذا 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 كم يقول سنة شيخ محمود عبد المحسن رضوان الله عليه ورطيب الله ثراه نظرة فابتسامة فسلام فكلام فجهنم والعياذ بالله سلم يا رب فالإنسان يترك نفسه ويقول أنا قوي بإيماني وأنا أستطيع أن أغض بصري وأنا أستطيع أن من أين يعني كيف؟ يعني ستتكلم معها وأنت هكذا ما الضرورة الداعية إلى أن تجلس معها وتأخذ الرقم وهي تأخذ الرقم أيضا ويكون هناك تواصل بالليل وبالنهار وأصلا حصل لكذا وأصلي وأصلي إيه الضرورة الداعية لده كله فإذا ما كان موقف حتى ما على الإنسان أن يقف في جوار واحدة بتغرأ ينزل يقبها أصلا ليس لابس آه آه واجب واجب عليه إن لم يكن هناك من النساء من ينقذنها واجب عليه إنه يعمل كده فهذا موقفه خلص خلاص نعم فالإنسان يتعامل يعني الرجل والمرأة يجبه علينا أن نفكر في هذا الأمر قبل أن نترك أنفسنا ويتدخل الشيطان بيننا فيحدث ما لا يحمد عقبه لكن الصداقة المطلقة وزمله ومن روح الجامعة شواء يعني حدتك كلمة صاحب دي وفلانا صاحبتي وفلانا يعني زميلة يعني حتى الكلمة نفسها يعني قد تحدث في النفوس معنا أكثر من المطلوب لا المطلوب دي زميلة مدرسة فإحنا خلصنا من المدرسة في خلاص ما بقتش زميلة زميلة جامعة في خلاص ولا وقال هما الاتنين إحنا زملة وإحنا صحاف الجامعة وما بيأذنيش ولا بيحصل أي حاجة ما هو أم 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 ما يأذنيش في إيه بالزبط يعني هو لا شك أنه أهل إنه سهلا زي الإخوات دول إيه الكلام اللي أنت بتقوله لها وإيه الكلام اللي هو اللي هي بتقوله لك مثلا في إيه أكتر من السلام عليكم عليكم من الفتر صاحب الكلية وصاحبه في جروب واحد يعني أرجو الله تبارك وشعر المهاردة تكلمنا فطرنا هزرنا طبعا ما بتعملش كده مع أخوة اللي في البيت بقى مش خوات يعني أخوها اللي في البيت ما بتعملش معاكد أبوها اللي في البيت ما بتعملش معاكد لا الموضوع مش أخوة الموضوع إن الشيطان ركب بين هذا وذاك إنجزاب معين تقارب معين فكري معين أنا أقول لها هي تقولي وهذا لم يسمح به الإسلام الإسلام لا يسمح إلا بما هو متعارف عليه فيما يعني أحيانا سائلة تسأل طيب سلام عليكم وعليكم السلام تفضلي طيب وبعدين لا ده نتصل ونبعت ونودي ونجيب والأمر أخذ أكثر من حجمه الطبيعي وأنا لا أرضى أبدا أن يحدث لوالدتي مثل هذا أو لأختي أو لبنتي لا أرضى أبدا طيب لو وصلنا لمرحلة أني أرضى والبعض الآن أصبح يرضى بيتصل على بنته عشان دزملها في الكلية بياخد منها محاضرات معينة عشان هم زملاء يعني أخشى وأسأل الله العافية لنا وللجميع أخشى أن الغيرة قد نزعت من قلبه وطابعا وفطرة فطرة عليها لكن إن نزعت من قلبه فسيصير الأمر إلى ربما يصل إلى كونه ديوثا والعياذ بالله قد يقول يا سيدنا الشيخ يعني هذا فيه يعني لو أحب أن أقول تخلف لكن يقولك ده جمود عن المواكبة هو وشأنه هو شأنه لنا شرع لنا دين المرأة عندنا واحدة من ثلاثة إما زوجة والتعامل مع الزوجة معروف في الإسلام وإما محرم وأيضا التعامل معهم المحرم الأم الأخت البنت لها حدود حتى في التعامل لها حدود حتى في نظر الرجل إليها ليس الأمر مطلقا هكذا وقول ده أختي وبنتي لا برضو لك حدود معينة لا شك والتاني وأغلب الباقي أجنبي طب أجنبي التعامل معه على قدر الضرورة طب هي الضرورة خلصت إيه الداعي من التواصل والتليفونات واللي رايح واللي جاي احتجتها بشدة احتجتني بشدة أهلا وسهلا سأكون رجلا وفيا وصادقا وكما تفضلتم من غير ما يكون فيه كلمة كده ولا كده في الإطار الصحيح ما الضرورة الداعية أن الشاب يقعد مع البنت في كافيه ويقوله ويوده ويجيبه أو يتصل عليها يتطمن عليها مثلا ما الضرورة الداعية جران بقى أو صحاب أو مطربي دي مش ضرورة دي عادة الناس تعودوها لكن هذه ليست ضرورة لا تبيح له أن يأخذ أكثر من حقه دحكتها عندنا غالية دحكتها هذه البنت أو هذه المرأة غالية لا تخرج إلا لمن يستحقها إلا زوجها أو محارمها تبارك الله فيكم فدرات الشيخ أعتقد الأمور واضحة الآن بشكل كامل تبارك الله فيكم طيب سيدنا سؤال آخر أو قضية أخرى أيضا ضدنا القضايا التي ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي في هذه الأيام وهي قضية اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي على ما أعتقد أن كنت أنطق الإسن بشكل صحيح وإن كان في خطأ أرجو أن يصوب لي السيدة الزملاء ألاني اعتزال الغناء من خلال منصة اليوتيوب معروف حجم الشهرة التي حققها حتى أن بعض أعماله الفنية تجاوزت لـ 200 مليون مشاهدة في وقت قليل أخير أغناء على ما أعتقدك 68 مليون مشاهدة في وقت قليل هذا التحول المفاجئ وهو في زي ما أقوله كده بالأعمال المصرية في عز النجومية فكرة أن أنا أسيب حاجة الكل ينظر إليه فعل أن أنا مجد الشهرة وهوس الشهرة وفي أعلى صورها بتكلم عن أكتر من 200 مليون في أغنية واحدة من ضمن هذه الأغاني على حد ما قرأت أو ما تبعت إلا بتخلني بعض المعلومات أو بعض الأرقام ما الدافع الذي يجعلني أتحول كليتا البعض قد يقول أنا لا أقبل بهذا لكن دائما أرى أن الكلام سهل طالما أن الواحد بقيت لكن حينما يكون في الموقف من الصعب أن يأخذ موقفا ربما يكون مصيريا نعم شيخنا يقولون في لحظة أو في لمحة تقع الصلحة أنا طبعا ما تبعت الأغاني في لمحة تقع الصلحة أي بينه وبين الله تبارك وتعالى أنا لم أسمع لم أستمع إلى الأغاني التي كان يقدمها هل هل يعني نطاقها نطاقها أو كلماتها حدودها فلا أدري هل هي يعني كلها محرمة أو فيها وفيها لكن ما أقصده أن في وقت معين قد لا تشعر به الله تبارك وتعالى يتفضل علي وعليك وعلى نصد الله تبارك وتعالى نكرمنا بهذا لمحة بس ينقل بحال الإنسان تماما من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين إيه اللي حصل أكرمه الله تبارك وتعالى بنفحة كده بمنة كده بحتة كده وجد قلبه مضيئا في صلاته في ذكره في عبادته في بعده عن هذا الأذى هذا الذي يعني الهدف الهدف الآن من وراء الأذاني والمئة مليون ما هو يعني إن رجعنا قليلا إلى الأشعار وكان لها هدف وأن كان كثير منهم يبدأ قصائده بمحبوبته ويتغزل فيها ويذهب ويأتي وكذا وكذا لكن كان لها هدف كان لها مؤدى كان لها تأثير في نفوس الناس خلقي وأدبي أو علمي أو ما إلى ذلك لكن كثير من الأغاني الآن لا نستطيع أن يصفها إلا بأنها هابطة لا أقول حراما أو حلالا بقدر ما أقول إنه بحث عن تدني الأخلاق كيف نجعل الشباب يجري وراء تدني الأخلاق اسمع 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 فمن كتر من كثرة ما سمع الأغاني وما فيها من كلمات هابطة أصبح دون أن يدري وأن كان مربى أو كان مؤدبا أو متدين دون أن يدري تحول دون التشعار أصبحت كلماته منها هذه مشكلة وإن لم تكن حراما فأصبح لسانه غير طيب حتى الغضاء أصبح يتحدث بكلمات خارجة على أنها سبيل على التحضر والدعاء والتهريك يقول لك حاجة جمدة كذا هذه مشكلة للأسف يعني هذه مشكلة فهذه اللحظة أو اللمحة التي شرفه الله وأرجو الله تبارك تعالى أن يشرفنا جميعا بلمحة فيها الصلح بيننا وبين الله تبارك وتعالى هي منة محض فضل من الله تبارك وتعالى على الجانب الآخر وهذا ما أرجو الله أن يوفقنا جميعا له المؤمن الذي تسوءه السيئة وتسعده أو تفريحه الحسنة إذا ما رأيت من أخيك خير فانظر إلى نفسك إن أساءتك أو إن سرتك هذه الحسنة فاعلم أنك على خير وإن أساءتك هذه الحسنة فاعلم أن في قلبك شيئا لابد أن يصلح نعم والعكس بعض الناس تسره والعياذ بالله سيئة فلان يشرب الخمر فلان يعصي الله فلان كذا فلان هذا يفرح والعياذ بالله بهذا انظر إلى إيمانك بحث راجعه مرة أخرى نعم وعندما يرى شيئا ضيبا يغتم وكيف وإزاي وماله الأغاني وإيه اللي فيها وطب وسب الأغاني وسب العز وسب النجومية وسب الشور يا أخي خلي بالك من نفسك مرة تاني هذا قد قيل بالمناسبة فضيلة الشيخ نفسك أنت بتقول إيه نعم يعني بدل ما أنت تشجعه وتساعده وتعينه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكون عونا للشيطان على أخيكم لما حدث أن يعني ضرب هذا الرجل بسبب ذنب اقترفه أو حد ارتكبه وبعض الصحابة أخزاه الله كيف أخزاه الله الرجل يقام عليه الحد أنت تقول أخزاه الله بدل من أن تقول تقبل الله توبته أعانه الله وفقه الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فكلنا مذبون وكلنا خطأون ونرجو الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا فيجب علينا أن ننظر إلى كل تائب مهما فعل مهما اقترف يعني من الحدود التي جعلها الله تبارك وتعالى مهما فعل يجب علينا أن نعونه وأن نأخذ بيده ليخرج من هذا الأمر الذي رأيناه سيئا وكيف يتجرب عليه وكيف يفعله فإن ساعدناه خلصنا به وخلصنا بمجتمعنا كما علمنا عليه الصلاة والسلام صحيح عندما أسلم الغلام اليهودي والذي كان خادما له عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الحمد لله ربنا خراجه من الحكاية وانا كنت سبب في أن يخرج من هذا الأذى والله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ورفع الله قدركم كان هناك استفسار آخر أيضا من بعض السادة المتابعين يتحدث عن التحفيل عبر منصر التواصل الاجتماعي التحفيل الكروي بقول لك سيدنا هو كده مصب حتى أكون أمينا فيما تم نقوله هو تحفيل الكروي حرام ولو مش حرام حدوده يعني مثلا لو الزمالي كسب وحباتي حفل عليه آخر إيه في التحفيل وفي المقابل طبعا عشان ناخد النموذج التاني لو الأهل حبي حفل عليه برضو عشان رصدنا السلطين آخر إيه في التحفيل هي في مساحة معينة تسمح بها الشريعة في التحفيل ننصح التعبير شاهم يعني أنا في المجمل ما يؤذي ما يؤذي الناس في أي شيء يجب أن يمنع لأن إذاء الغير بالكلمة بالفعل ولو بالنظر هذا حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص هذا الموضوع ما يحدث بدافع إدخال السرور أو التهريك بين الناس أو الهزار أو 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 يعني الأمر فيه واسع واحد يدحك مع فلان واحد يدحك مع فلان الأمور فيها واسعة لكن المشكلة الأصعب الأمور قد تصل ببعض الناس إلى تعصب صعب جدا قد درجت أنه لا يتمالك نفسه حدث موقف والفريق اللي هو بيحبه أو متعلق به اتهزم فالتاني مجرد ما يقوله كلمة تلاقيه شغط وقد والعزو الله يصب أو يعلعن أو يشتم أو بعض الناس ممكن تحدث له أزمة بعض المشجئين قد عاتب على الله مرة في نتيجة من المتاج أنه رجع وكتب مرة أخرى ويا رب أن تأخر غير ذلك لكن وقت الانفعال عاتب على الله واتهم الله أذن بالله بصفات معينة فهذا موضوع يأخذنا إلى طريق صعب فنقول يعني أنت عاوز تحب عاوز تشجع عاوز تتفرج طالما لا تضيع فرائد ولا تضيع حدودا أهلا وسهلا على الرغم أنه خلي بالك أنت تضيع وقت اللي بيلعب دول ربنا يوسع علينا وعليهم ويكرمنا وإياهم هو الساعة بتاعته بالشيء الفلاني أنت ضيعتي من عمرك ساعة خدت كم ولا حاج فيعني الإنسان يترفق ويتلطف بنفسه في هذا الأمر في تشجيعه في لعبه في كذا في كذا عشان لا يضيع عمره في أمور لا تصلح لا تنفع ويربي جيلا وربي أبنائه في البيت على أنه هو ده وبس وكذا وكذا وبرضو هذا التعصب الذي عنده يوريثه لأبنائي فأصبحت مشكلة فأصبح المجتمع كله يعني الطرق فاضية كلها لي عشان المطش شغال الحمد لله ربنا فض الطرق على طول بس مش عشان كده مش عشان الناس انشغلوا بهذا وقد يحدث أنه من كثرة انشغاله أو تعصبه يضغى هذا على عبادته صحيح يعني يؤخر العشاء ونحسن الظن فنقول يؤخر العشاء ويؤخره ليس لغرض أنه بعض الفقهاء يعني أجازت أو استحبت أخير العشاء لا هذا أولى من هذا فهذه يعني موازنة مقلوبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا منها لكن لا سمح بالتحفيل إلى أي حد ما يتساهل فيه الناس أو ما يتسامح فيه الناس ولا يؤذي المشاعر لكن الشتيمة بقى لا طبعا لا قولا وحيدا وصورة ده يحط عليه مش عارف لا لا طبعا قولا وحيدا هذا حرام الله أعلم حرام نعم البعض فضيلة الشيخ قد يعني يتجاوب مع ما تقدمه منصات التواصل الاجتماعي ظنى منهم أن قلية الحرام والحلال هذه لا تشمل المنشورات الفيس أو التعليقات أو خلاف أو كلام من ده وتستشعر أنه بتحامل أن الموضوع حاتي يعني نحن على الفيس أو نحن بن هزر وتحت نطق بن هزر بقى بيوصل الموضوع للشتائم إلى أفضع ما يمكن أن يقال هذه الصورة ما الذي ما الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة أو أوصل البعض مننا إلى هذه الدرجة لانفلات الأخلاقي انفلات أصبح لابن في المنزل نسأل الله العافية يرى ويسمع من أبيه أو أمه إلا من رحم الله فسامع ورأى كلاما لا يليق بأب بأم قدوة فتعلم هذا الكلام لدرجة أن الأب نفسه أو الأم نفسها لما بيجوا يهزروا يهزروا بالكلام الوحش مع عيالهم بأسلوب طيب غير طيب والكلمات يعني يعفوا اللسانه أن ينطق بها هذه واحدة الثانية ما شاء الله المسلسلات والأفلام والدراما نازل علينا ما شاء الله يعني لا تجد لا تجد يعني أو ليه بس لا تجد شيء يعني كريم عفيف ينطق أو يقال أو الكلمة دي وجنبها الكلمة دي الكلمة دي وجنبها الكلمة دي فأصبحت مشكلة فأصبح الأمور في بيوتنا أو في مجتمعتنا تكاد تكون كل شوية بنسمع 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 الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وإن عقبتهم فعقبوا بمثل ما عقبتهم به طب واحد شتم آه شتم مش حرام وأنا خدت حق أخد حق بس خلي بالك أن ربنا سبحانه وتعالى في آية تانية قال وجزاء سيئة سيئة الوحشة اللي أنت ردتها دي أنت خدت حقك آه بس هي وحشة عند ربنا وبعدين الباقي فمن عفه وأصلح فأجره على الله طب ما قدرتش خلي بالك أني النهار ده خدت حقك بالوحشة وبكرة بالوحشة وبعده بالوحشة فبدلا من أن أنت في الأول كنت تعيب عليه سوء خلقه أصبحت ترد سوء خلقه بسوء خلقه بسوء خلقك فأصبح لسانك والعياذ وأصبح لسانه عياذا بالله من ذلك اعتاد على هذا الأمر وبعد كده لما يجي يرجع لنفسه إيه لنا قلته إيه لنا عملته وقد يعني يشتم أو يسب أو يلعن في مواطن الرضا ومواطن الفرح وزي محرك بتقول كده أصبحت عادة له لدرجة أنه بيكتبها على الفيسبوك ولا على التويتر ولا غير ولا غير وهو لا يدري أو لا يظن أن هذا الذي يفعله يكتب عليه وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء إن يصرك في القيامة أن تراه الله إن رأى هذا أن ما يكتبه الآن أو ما ينشره إذا كانت صورة ولا كان موقف ولا كان يسره في القيامة أن يراه فحي هلا به وإلا فليمسك فإن هذا سيكون سيئات عليه يوم القيامة سأل أسأل عن الجاري السيء الجاري السيء بقول الجاري بيعمل لي معاملة سيئة وعايز يعرف حدود وضوابط قضية الجار لأنه هو مش عارف دلوقتي يعمل معي هل يرد عليه هل يقول لك أنا خايف يكون صبري ده بيقول بالعمال المصرية كده عامل في تزويد قلة أدبه فأنا بقابله بالصبر وبتعليم الشريعة وهو بيزود قلة الأدب فهل هنا الشريعة توجهني أن أنا أواجه المزيد من الإساءة بالمزيد من الصبر ولو أقفله وعمله بنفس الأسلوب بتاعه هذا هو الكلام أم مفادي الكلام نعم هو الناس في هذا الأمر يعني مقامات أو درجات نعم من الناس من يصبر لدرجة أن من أمامه لا يستطيع أن يجاريه في صبره أذكر أن بعض الصالحين أوذية أوذية من إنسان ووصل الأذى إلى أن نزل الدم من رأسه فقال اللهم أكرمه بالجنة يعني فتح لك دماغك وتفتح دماغك خلاص الأذن بالأذن والسن بالسن كله زي بعض ما الذي حملك على هذا قال لما أذاني علمت أنه لن يأتيني من وراء هذا الأذى أنا صبرت عليه لن يأتيني من وراء هذا الأذى إلا الخير ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأنا عرفت أن دا هيجيني هيجيني فأردت أن يصيبه خير مثل ما أصابني فدعوت الله له بالجنة هذا موقف أحيانا بعض الناس يستطيع أن يتحمل هذا الأذى بعض الناس يقول لك لا أنا مش قادر ولو أعدت أكتر من كده ممكن أعمل أقول له خلاص خد حقك لا تزد عليه ولا سيما يعني تلطفت به قبل على فكرة أنا أقدر أعمل بس أنا مش راضي يعني اديره بس يعني مش هقول تهديد لأنه التاني برضو ممكن يعني لكن أقول له عرفه إن أنا مش معنى إن أنا كده إن أنا ضعيف أو إن أنا مستلع أنا ولا ضعيف أنا أقدر أعمل واحد واثنين وأكتر من كده كمان لكن اللي حيشني عنك ديني اللي حيشني عنك ربنا اللي حيشني عنك القرآن السنة هذا الأخلائي اللي أنا تربيت عليه عند أبوي وأمي وفعلتي حيشني عن الموضوع ده فإن لم يستطع أن يصبر فله أن يأخذ حقه ولكن لا يزد عليه لأنه إن زاد فإنه يكون بهذا الأمر تحول من مظلوم إلى ظالم سيدنا أروى خاصمت سيدنا سعيد بن زيد عمر بن نفري أروى ابن الحارث في أرض لها نعم ورحت لمران بن الحكم وكانوا جيران في الأرض ورحت له وقالت له ده خد حتة من أرض إن فلانا اقتطع قطعتا من أرض هاتوا فلان ده ما الذي حملك على هذا قال أنا أخذ من أرضها شيئا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين أنا أدرع ملكده مران بن الحكم قال والله لا أريد منك بيّنة بعد هذا وخلص الموضوع هو الإباء اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في دارها وكان كبرت سنها إلى أن عمي بصرها وهي تمشي في أرضها كان هناك حفرة إذا كانت بئر ولا ما أشبه ذلك فوقعت في أرضها فلك أن تصبر ولك أن تأخذ حقك ولك أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يأخذ لك حقك ولك أن تسامح كما تفضلتم فمن عفى وأصلح فأجره على الله وهذا أعلى المراتب أن يسامح الإنسان فيثيبه الله تبارك وتعالى لكنها يعني إنسان يستطيع يتحمل يستطيع يتصبر يستطيع لكن بعض الناس لا يستطيع أنا خلاص أحيانا الصبر يا سيدنا بيجلب مزيد من الضرر هنا يتوقف الإنسان بصبر عليه لكنه لا يقدر هو مصمم على أن هذا هو كده فهلوي بالعمال المصرية ويوقع علي أنا مثلا أو على بيتي أو على أبنائي لا هنا يتوقف الإنسان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءه سائل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعضه قال أرأيت إن قاتلني قال عليه الصلاة والسلام قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة أرأيت إن قتلته قال هو في النار هذا التدرج التدرج اللي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يضعه يعني ميزان الناس يتعامل هو جاي يخذ فلوسي أنا أهمش هدي له فلوسي طيب يضربني أدفع الأذى طيب أنا مش قادر أضربه زي ما ضربني طيب فهو لو حصل له أذى خلاص أنا بس عملت الليلية أو الحق الليلية فلا يبدأ الإنسان في المواضيع من عال لكنه لو وجد أن من أمامه يعني يزداد في أذاه وكذا 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 له أن يأخذ حقه ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى الذين يستمتعون بإذاء الناس ظن منهم بأن لديهم قدرات عقلية قد تعل الأخرين أو يتحايل على الآخر يعني مثلا في بعض الأماكن في ريفنا المصرية الطيب بعض الجيران مثلا قد يظن أن جاره هذا واحد متعلم طيب ما بفهمش في الأراضي ولا بفهم في الفلاحة بالعمال المصرية كده أو رجل مش موجود أو مسافر أو مؤجر الأرض أو خلافه فيبأ بالعمال كده إخوانا فلاحين يقول لك بينحة المصرف مش عارف يجي يروي يضرب أرض جاره إلى آخر هذه من هذه المواويل يعني التي يعرفها أهل الزراعة جيدا يعني هو ظن منهم بذلك إنه كده زكي وفهلاوي وشاطر يتحايل على ما يسموها الرجمة واللي هي العلامة الفاصلة من الأرض وبعضها وبرضه فقر وكده شاطر وكده يعني جدع وكده فتيك وعادي بقى وخلاص وهكذا هل الشرع وضع حدودا معينة لمثل هذه التصرفات ولا فهلاوة يا سيدنا والشاطر بقى ليكس ولا فهلاوة ولا حاجة الشاطر يعني كما قيل من بات مظلوم ولم يبدو ظالما هذا الرجل ربما يعني ما جاء على خاطره آياته آياته كثيرة في القرآن الكريم أن الجار له حق مسلم كافر يهودي له حق كما قال عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة جار له حق وهو الجار الكافر فله حق الجوار فهل من حقوق الجوار وهذا للكافر الذي ليس على دينك وليس على منهجك هل من حقوقه أن نعتدي عليه أن نأخذ من أرضه لأنه خلفنا كلا بل بالعكس له حق العشرة وحق الإحسان وحق الجوار نعامله نهدي إليه نقبل منه هداياه وجار له حقان إذا كان جارا وفي الوقت ذاته كان مسلما هذا يأخذ حق الإسلام وحق الجوار وجار له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب له حق الجوار له حق الإسلام له حق القرابة ما معنى كلمة حق حتى يعني يستطيع الإنسان أن يرى ما الواجب عليه تجاه جيرانه وتجاه يعني أقل شيء إن قلت فلان جاري له علي حق عدم الأذى أقل حق لا ده أنا والله ده أنا ونزل كيس الزبالة بلما أحطه قدام شقتي حطه قدام شقتي وما أقفلش الكيس كويس هذي مشكلة والله أقفلش الكيس كويس فتيجي القطة تطلع الدنيا على السلم والمنظر والريحة وإلاك هنعمل إيه القطة وإلى اللي طلعت مشكلة طب ما تغفل حطه في كيسين يا سيد طب أصلا ما تاخده في إيدك أنت ونازل وتركه في مكانه فهذه مشكلة هذا إن كان كافرا وهو أقل شيء له له حقه عندك حق الإهداء حق الاحترام حقه أقل شيء أن تعامله به ألا تؤذيه وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره صلى الله عليه وسلم مهما كان الإنسان يريد أن يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان حقق عدم إذاء الجار فإذا أذى جاره انتزع عنه جزء من إيمانه أو من حسن إيمانه بالله واليوم الآخر لدرجة أن إحدى الصحابيات ذكرت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلان يذكر من صيامها وقيامها وصدقاتها وغير أنها تؤذي جيرانها بلسانها يعني بس مش بتأخذ أرض ولا بتتعتدي على علامة الفاصلة لا بس كلمة شتيمة كده قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي في النار إذا معقولة ليه عشان دي مشكلة أوقعت نفسها في مشكلة في حرج كبير ذنبها لم يكن بينها وبين ربها سبحانه وتعالى فقط وإنما تعدته إلى أن أساءت أساءت إلى الجيران هي في النار طب التاني يا رسول الله يعني يدوب يعني على الأد كده وصلاة على الأد وصيام على الأد وإذا ما تصدقت تتصدق بالقليل لبن ولا الحامض ما في شيء لكن لا تؤذي جيرانها باللسان قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة ليه لأن أذى الجاري أمر في غاية الخطورة هو الذي يحدث مشاكل وفتن في المجتمعات واضطراب كل واحد في حاله كل واحد عاوز يعني يقلب الموضوع على التاني قدر المستضع فأصبح المجتمع منحلا أقصد يعني غير مترابط وبعدين المجتمع غير مترابط من السهل جدا أي حد يأتي فيخترقه ويزرع الحقد والحسد والعداوة والبغضاء بين الناس أذكر أن سعيد بن العاص كان جارا لأبي الجهم فيما أذكر يعني وأراد أبو الجهم أن يبيع بيته فاتفق مع المشتري على مائة ألف درهم نعم خلصت البيعة بس من يشتري جوار سعيد بن العاص فقالوا له وهل يشترى جوار مقط نعم خلصت البيعة بتاعت البيت عايز فلوس ده قال إذن ردوا أنتم أصلا مش عارفين يعني إيه حد يبيع جوار حد مش عارفينه ده نعم لا أنتم ما تنفعوش هاتوا الفلوس وخدوا الفلوس بتاعتكم وسيبوا للبيت قالوا ولم قال هذا جار إن غبتوا عنه حفظني وإن رآني رحب بي وإن احتجت إليه أعطاني وإن نابني كربون فرج عني راجل ده بيعمل معايا كده حتى وإن أنا قصرت في السؤال عليه هو الذي يبتدرني بالسؤال أفرط فيه إزاي وصلت هذه الكلمة لمسامع سعيد فبعث إليه بمائة ألف درهم أيضا على كلماته الطيبة شاهد الكلام وكما قال يعني وكما نقول جميعا نقول عن سيدنا علي عليه السلام الجار قبل الدار هذا مطلوب رايح فين جاي منين بما قلت سيد من المعلي نعم الجار قبل الدار نعم الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق فإحنا منختار مين جار يقرفنا في عشتنا وكل شوية ليل نهار مشغل صوت عالي أغاني ومش عارف إيه ومصدعنا في البيت ميتاركت نحنا مش عارفين نعيش وتطرق الأمر إلى الأفراح والشارع دي ليلى يا عم الشيخ يا سئل ما هي ليلى والله بس أنا تعباد أنا مش عارف إيه أنا 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 يعني أنا أسمع من بعض المشيخنا حتى وإن كنت تستمع للقرآن الكريم لا تؤذي غيرك بارتفاع صوت الصوت ده قرآن يا ما قرآن بس ما تديش غيرك يا سيدي أنت بتسنع قرآن دلوقتي هو مريح دلوقتي فبلاش تدي فأصبح الأمر يحتاج من إلى ما ملك بألة ومشغل صبع على وكان بقدم ما شاء الله بس يعني الجوار يشترى لأ الواحد فينا عايز يشتري مكان يحاول يتفقد المنطقة يتفقد فيه مسجد أريم من هنا فيه ناس صالحين سكنين هنا حتى إذا ما رآهم السبشرة بهم وفرح بهم وساعدوه إن احتاج إليهم أكرموه وإن لم يحتاج إليهم حفظوه في غيبته لكن أنا أروح بقسط مكان ولا فيه جامع ولا فيه كذا أصلا بروح أدور في سوبر ماركت أريب فيه مش عارف فيه فرن تعيش أريبة فيه مطعم كل دي أو وجهة البيت بحري أي الجانب الراحة النفسية التي لن نجدها إلا في صحبة الخير في جيرة الخير أجيبها منين أنا برضو مهم إن أنا أسأل عليها قبل السؤال عن هذا كله فإذا اجتمع الخيراني خير الدنيا وخير الآخرة فالحمد لله رب العالمين على ذلك اللهم أمين يا رب العالمين والحب في الجامعة يا مولانا الحب إيه الحب في الجامعة الحب في الجامعة من ضمن القضايا المطروح وإن شاء الله هنفرد لها حلقة كاملة لكن بيحبوا بعد ومتوعدين وهو منتفق معها من أوسط سنة الرابعة هيخطوبها وبعد الجيش الآخر يعني المولدية حتى لو كان بابي ومامي يعرفين يغوز الحب في الجامعة البوح بالمشاعر يعني أحسبه غير جائز مشاعر التي تأتي من ورائها فتن أو شهوة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى المدينة أتحببني فإذا وصلت يعني وصل الإنسان بنقاء قلبي بهمة إيمانية عالية ولم يكن من وراء هذا الأمر غرض أو شهوة أو فتنة ولا يكون لامرأة واحدة لجماعة من الدارسات فالأمر متسع قليلا لكن وإلا طبعا أنت حبتها النهاردة وإيش دران أنت حبتها بجد وإيش دران أنها حبتك بجد طب هم أنتوا تجوزوا فعلا طب إيش دراني مين هيتجوز مين ولما تحصل مشكلة ونكون آه بنحبه يعني إيه حب أصلا المحبة الصادقة أن يغار الإنسان على محبوبه وأنا فعلا بغير عليها لا بغير لقد أنا بخدها وسط أمة لا إله إلا الله والكافية والشباب وليتحك على بعض حبت إيدي لأ ما بغير عليها برضو من حد يزميل ويحبها آه ماذا وممكن إزع عليها وروحت فين واجيت منين وماذا بعد وما تروحش شركت من تعامتك كل حاجات دي برضو لا يعني هذه الأمور تأخذوا كثيرا وهو الواقع الذي نراه تأخذنا إلى لما ربنا يكريمك وتخلص جامعة وتبدأ تشوف نفسك هتتجوز بعد قد إيه وتكون حياتك وشغلك ابدأ فكر مين تناسبك مين تصلح لك لكن الجو متقلب والأيام متقلب حتى إن القلب أيضا يتقلب أنا النهاردة شفتها فانبهرت بيها نسأل الله العافية فحست أني يعني إيش درا أنه هو دا الحب فعلا حب الذي يدوم الذي يعني والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ثورة مش محبة يعني الذي يدوم ويبقى ليس المحبة كثير من الناس ومحبة غير عادية وبعد الجواز بشهرين ثلاثة ليست هي الباقية إحنا ممكن شعور مال نحيتها شوية وشعورها مالت شوية خلاص أخلي المشاعر دي في القلب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يربط علينا فلا تخرج فنفتن بها أو تخرج لنا بمحرم خلصة الجامعة عندي عندها خلاص أنا لازلت أكن لهذه الفتاة المؤدبة الخلوقة وأحسب أنها خلاص أطرق الباب من باب وخش من الموضوع ده لكن لسه نفسنا أولى أو في سنة ويغبنا يعافينا ويصلح حالنا ومن دلوقتي أو في إعدادة أو أدادة ده في الوقت أجل في ابتدائي كمان ونبدأ من دلوقتي وأقول هنتجوز ومش هنتجوز فينك وفين الجواز أصلا فينك وفينك بعد كام سنة وأصلا الخطوبة طول مدة الخطوبة دي بيعمل مشاكل الخطوبة مش قبل مرحلة ما قبل الخطوبة مشاكل بقى وفين وإزاي لا يا سيد احفظ نفسك واحفظ قلبك واحفظ عليها نفسها واحفظ عليها قلبها ولا تغامر بمكان سيجتمع فيه الشيطان عاجلا أو آجلا فيه ناس مخطوبين وخطوبتهم بتتفركش بس أصلا هم بيقوليش كلام حل أصلا هي ما بتقوليش كلام حل يا بنتي هو زيه زي غيره بس إحنا بس الفترة دي على بال ما انت تتخلص بشوية الحاجات اللي بقين لك وهو يخلص شوية الحاجات اللي بقين له لو فيه شيء من التعارف أو الكلمات الخلوقة المؤدبة في وجود المحارم أهلا وسهلا هي دي معنى كلمة خطوبة وإحنا مفكرين إن إحنا وبعض الناس يفكر إن اللي بيحبها دلوقتي هي اللي بقية وهي وبنفس أخلاقها وبنفس طبعها وبعد ما يتجوز يتصدم العلاقة قبل الجواز شيء وبعد الجواز شيء تاني خالص قبل الجواز لا حدود لمسئوليات ما فيش كل واحد يعني بيحاول يتجمل عشان يخرج أفضل ما عنده وبعد الجواز لا الوضع اختلف فلا يبقى إلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى مودة ورحمة كما الحب والإعزاز والتخدير والابتنان والاحترام لضيفنا الفاضل الفاهم سيدنا الشيخ عبد السميع عمين من السادة الأزار الكبار الذين السادة الله كلمه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعاته أفئدتهم أيها السادة على طولة القضية في هذه الليلة تناولنا قضايا مهمة جدا ولاست قضية واحدة لمن لم يدرك الحلقة تعاد في الثلاثة فجرا وفي السابعة من صباح باكر إن شاء الله بإذن الله تعالى كما أنها تبث عبر خدمة البث المباشر لصفحة قناة الرحمة من خلال فيسبوك الرحمة تيفي وتوجد على يوتيوب القناة بعد العرض بأقل من ساعة مشاتله تعالى إذا كانت لديكم بعض الاستفسارات وتساؤلات أو النصائح أو التوجهات فمرحبا بها جميعا اكتب وعبر عن رأيك من خلال التعليقات أسفل هذا الفيديو شكرا لكل سلسة زملاء من فريق العمل السيد محمد البطري ولكل الرفاق تحياتي إليك أيضا وعلى الزميد المحتزم سعود أما عن جناف خامة سمو حضرة المشاهد الكريم كما تعلمون أن أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الإقتراب فهذا وطني أرق المنا محمد الشاعر وحييكم بدون تمد القلب قلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته